السلام عليكم مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن ناس لهم معانا مرحبا بكم في قناة شوبر الديزيل اليوم الحصار سوف يتكلموا على صانع أفراح من الشمع المغنبي عموتا عمل في صنط ودخل التاريخ يعني من بعيد المتخبلي كان ربما لم يكن مرشح حتى ينفوز في الأدوار الأولى مجموعات لكن المدرب أمن في قدراته وقدرات القائمة لدالها يعني كده القائمة 27 و23 يعني قائمة كانت مدروسة من طرف المدرب هذا الإنجاز يعود للمدرب يعني كانت قائمة قائمة كانت بمعنى الكلمة قائمة دالها مدرب يعني كانت مدروسة كده خلال العاب عارف على هجاب 26 ما هي جاب هم يتعجزوا سكتور السيبورتر الفلانيين والسكتور القانات الفلانية والسكتور الصحافي الفلانيين ونجيبوا ذاك اللعاب يبغيه الشعب أي المهم فتوكتو عنينا أيو أنه عند الباطعة يتعجزوا سكتور القانات الفلانيين ونجيبوا للمدرب لا 27 كيف يتعجزوا سكتور القانات الفلانيين يعني على يقين يعني كي تخلق لعاب ويخرج لعاب ويدخل لعاب يعرف على هدخل لك اللعاب ويعرف المهام تعلق لك اللعاب يعرف اللي باي يقلب الخطة في الدوزياميط وفي الربا ساعة الأخيرة ولا في الفلانيينة التالية ولا يدخل لعاب ويغير الخطة كيفاش يلعب هجونيا يلعب يعني من أجل غلق وسط الميدان ولا يلعب دفاعيا يعني كل مدرب ويعرف احنا شعرنا مدربين ولا يجيبوا لعابين يجيبهم يعني من أجل يعني من تعمى حبا تعمى أصدقاء دور دور طروا اللعابين يجيبهم ما مسي آل فين القائنا كيفاش عليها سوء الناس لتخدم يعني في صمت وقدم المنتخب الأردن تاريخ جديد لكرة القدم في البلاد بإنجازه التاريخي ووصوله للنهائي بطولة كاس آسيا للمرة الأولى في تاريخه وقدم المنتخب الأردن بطولة استثنائية حتى الآن واستطاع الإطاحة بمنتخب العراق ثم طاكستان ثم كوريا بنجومه ليصل إلى النهائي بطولة المرتقبة يوم السبت المقبل إن شاء الله بربي يعني نشوفوا هذا المدرب الخالوب نشوفوا إن شاء الله بربي في منصة التتويت علينا نتمنى هذا إن شاء الله ويلاعود الفضل بشكلين للمدرب المغربي عن حسين عموتا الذي جاء بمشروع يعني لمشروع الأردن في أجوال 2023 بالرغم من سيء الانتقادات التي طالتهم في أول أشهره مع المنتخب استطاع مض نحو كتابة التاريخ بداية كارثية لعموثا مع الأردن شو الناس سيخدم ناستخدم خويا يعني ما شاء الله الأجواء بين الزماهي الأردنية كانت متشائمة جدا قبل انتلاق البطولة والسبب هو النتائج السيئة والتي حققها المنتخب منذ تولي المغربي حسين عموتا تدريب الفارق ومنذ تعيين عموتا المنتخب الوطني في المنتخب الوطني الأردني في جوال 2023 عانى المنتخب الأردني كثيرا من ناحية النتائج وفي ثم مباريات أشرف فيها عموتا على التدريب النشامة قبل انتلاق أسيا تعرض الأردن لتسع مباريات لسبب هزائم أمام نرويج وأربجان وإيران والعلاق والسعودية واليابان بينما تعادل أمام تاكستان وانتصر على قطر في مباراة والدية الهزائم السغيرة خاصة أمام النرويج بستة لسر واليابان بستة لهدم أشعلت غضب الجمهور الأردنية والتي طلبت بإيقالة عموتا من منصبه قبل وقوع الفاضحة في كاس آسيا إقنام مع صفارة البداية لكن ما انطلق العرش الأسياوي بدأ النجم بقيادة عموتا بالظهور بشكل آخر تماما مباراة أمام ماليزيا سحق الأردن خصمه بربائية نظفة وقدموا أداء قوي وتجانس كبير خلال اللقاء جاء بعدها العبلاق الأسياوي متخب كوريا الجنوبية حيث تقدم الأردن بنتيجة هدفين لهدم حتى الدقيقة 93 عندما استطاع كوريا التعادل بشكل أنفس وفي المباراة الأخيرة أراها عموتا معظم أساسيين أمام البحر ليخصر بهدف لصف ويبتعد عن المركز سادارة والتي لم يريدها بسبب وقوع المتصدر آمان ديامان في الدون الستعاش وفي الأدوال وين شعرنا وين ناس قلت بل يهرب لكن وين عموتا يعني وين تجهل هذا الكلام يعني ونفى هذا الكلام بأنه هربا بعدم للاقة المنتخب العبلاق يعني اليابان قال لهم لي بغي يلعب على التيت لازم يلقى المنتخبات الكبيرة يعني مكاس كيف ألقعهم وفي الأدوال الإخصائيات قدم النجامة آداء بطولي أمام العلاق وخطفوا الفوز بنتيجة ثلاثة سنين بهدفين في الثواني الأخيرة من مباراة يعني دخلت التاريخ ومضى عمودة للانتصار جديد على تاكستان بطريقة مقنعة ليصل للنصف النهائي كاساسيا للمرة الأولى بتاريخ الأردن وليلة الثلاثاء من سيطرة الأردن على مواجهته أمام كوريا الجنوبية وانتصر بهدفين للسفل ووصل للنهائي البطولة عمودة دخلت تاريخ وخلال أسابيع تحول عمودة إلى بطل في الأردن وأصبح رمز النجاح في المرحلة الحالية عمودة كتم إسمه من ذهب وهو أول مدرب إفريقي يصل للنهائي كاساسيا ولكن تركيزه الآن ينصب على المباراة النهائية الأخيرة على الصاد يعني حيث سيحاول تحقيق اللقب الأسيوي الأول للأردن يعرف كيفش يقرر منافس يعرف كيفش يقرر منافس أنا ولكم يعرف كيفش يقرر منافس عمودة يعرف كيفش يقرر منافس أولاكم التاليق هذه يعرف كيفش يقرر منافس أنا ولكم سبحان الله يا عرب يا عرب وسي العرب ومين جيت العرب ومين جام العرب ومسر ارامس جويا يعني الطريق اللي يجاملها كشير يتحكى عليه ألا أقول لك الله ممكن يتحكى عليه عارف مليح عارف روحو مليح لا أستخدم لا أستخدم خويا لا أستخدم خويا ناسا مكرس ناسا كيدي 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 عندها عندها كما يقول لك عندها عندها كان عنده لو بسيكتبتعو يعني ربما متعبو بي كم متعبو بي بالإقال وقالوا عندي بروشي ونجح بروشي أول مدرب عربي إبريقي يصل مكان الجوهاري يخدم في الخالج يعني كثير من مدربين يخدموا في الخالج حتى الشيخ سعدان يخدم في الخالج لكن للأسف لم يصل ويستهل يستهل 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 ويكون جس جوهي إلى قطر وفي سياق متصل بدأت الجماعي الأردنية تتدافق إلى قطر لمؤذرة المنتخب النجامة في مباراة يهائيا مقرر إقامتها يوم السبت المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على أرضية أستاد يعني الموردياري وبدأت شركة طيران محلية بترتيب تسيير رحالات خاصة من عمال إلى الدوحة بحيث تصل رحالات من الأردن إلى قطر صباح السبت وتعود في اليوم نفسه ليلا وكان جماعية دفقت في الأيام الأخيرة إلى الدوحة لتعمل منتخب الأردني ما ظهر ذلك بوضوح في المدرجات الملاعب والسوق الواقف بالدوحة والذي ازداد بالرعيات بالرعيات الأردنية أهلا ببروك لهم وإن شاء الله التتويج لا تنسوا وشعروا لكم وشعروا لكم وشعروا لنا الفيديو وإن شاء الله دائما معكم بجديد ونمشي قابوني قابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم وصحيد وخاطئ